احنا في حال الشدة مشكلتنا اننا مش بنعرف نستعد ليها عندنا صفة وحشة وهي الاستبطاء لما بي عندنا بنتعامل مع الشدة والشدة جاي علينا نتعامل معها باستبطاء بنتعامل ببطء مع احوالنا تلاقي الواحد مش عايز يسارع في التعرف على الله سبحانه وتعالى اللي هيجعله يعيش بالتزان في جميع احواله يعني ايه؟ هو عارف ان في احوال شديدة ممكن تحصله فالمفروض يعمل ايه؟ يبتدي من الان يرتب اولاؤه الشخص اللي عارف ان في مشكلة تحصله في الشغل يبتدي ينتظم في عمله عشان يتعود ان لما تيجي شدة يكون هو مستعد لها فما توجعوش اوي اللي عارف ان في ازمة مالية ممكن تحصله يبقى يستعد بانه يعيد يوسع دخله فيبتدي يتمرن ويتدرب على اعمال جديدة ومهارات جديدة عشان يبقى عنده عمل تاني يوسع بيه دخله احنا عندنا بطء في الحاجات دي زي ما احنا كده شايفين ان في وضع اقتصادي محتاجين نوسع دخلنا فييجي يعمل ايه؟ الناس تبطق العمل ده ما بيخليش الناس تحس بالاتزان الاتزان بييجي من حسن العيش مع تغيرات الاحوال لكن لما المشاعر بتسيطر علينا بقى بتفسد علينا التفكير السليم وتفسد علينا العمل بقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير فما نقدرش انتعامل مع كل الاحوال فساعات النفس بقى وهنا بتظهر النفس الامارة بالسوق تخلي الشعور هو القيمة تخليك تحس بان شعورك هو القيمة انا موجوع يبقى انا مش مستعدة افكر بشكل صحيح دلوقتي ليه؟ بالعكس انا موجوع انا محفز ان انا افكر بشكل صحيح عشان اخرج من وجعي عشان كده في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا والشدة اللي بيمر بيها اهلنا في فلسطين واللي بتأثر علينا احنا كمان بشكل كبير كان مهم نتكلم النهاردة عن ثلاثية مهمة جدا جدا لو في منها عنعيش بيها ويكون عندنا رسوخ للإيمان في قلوبنا وخاصة احنا في الوقت اللي احنا فيه كمان وخاصة غدا وبعد غدا وعندنا في الفترة اللي جاية عندنا كمان شيء لازم نفكر فيه بشكل صحيح هو ازاي نستمر في الحياة بشكل متزن عشان نقدر ببساطة خالص نقدر نواجه الشدة في كل وقت